موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا وسهلا بكم معكم محمد علي وحلقة جديدة وعالم السراوة التقنية أتمنى تكونوا بخير وصحة بأفضل حال حديث اليوم أو حديث اليوم عن موقع جوميا المزيف موقع جوميا أنا كنت عملت عليه قبل كده كذا فيديو قلنا أن جوميا زي وزي أمازون زي وزي سوق كل المواقع اللي هي بتبقى لبيع السلع ممكن حضرتك تخش تشترك في برنامج الأفليات بتاعهم وتربح عن طريق أنك انت بتدخل ناس جديدة للموقع بيشتروا وبتاخد نسبة لكل عملية شراء طبعا الكلام ده قلنا وقلنا أن كل موقع لبرنامج الأفليات الخاص بي وبتقدر تخش تسجل من تحت الموقع وقلنا برضه أن في مواقع ناس صغبة بتستغل أسماء المواقع المشهورة زي تيمول زي ولمارت زي أمازون جميع مش عارف ايه كلام ده كله وتبتري أنها تعمل مواقع ناس صغبة والناس للأسف بتخش من غير ما تتأكد من غير ما تسأل من غير ما تفهم ايه القصة بالضبط وتحط فلوس مواقع جميع المزيف اللي هو جميع ستة تمانية دوت كوم ده المفروض أنه بيكلموا أنه نصف في سبعين مليون هو اللي بيقولوا سبعين مليون مقالوش صراحة دولار ولا جنيه ولكن سبعين مليون وأنا أعتقد بما أنه باللغة العربية فسبعين مليون جنيه ده نسبة النصب بتاعهم اللي حصل هو خلاص نصب وقف السحبات والخناء دلوقتي أنهم عايزين ينموا فلوس ساني من الناس بيقولوا أنه تم وقف السحبات ولازم يدفعوا الضرائب عشان خاطر يكمل السحبات طبعا بما أن الموقع من الأساس مزيف فما فيش حاجة اسمها ضرائب منهمش بطاقة ضربية منهمش جميع الأصلي ليهم برنامج أفريد خاص بهم اسمه كل جميع وأنا عملت فيديو قبل كده فده لا في ضرائب ولا في رسوم ولا في أي حاجة هم حاليا موقفين السحبات وطلبين من الناس أنهم يدفعوا رسوم وضرائب طبعا الكلام ده كله كلام كده كلام غير حقيقي وإذا كان في رسوم وضرائب لأن الموقع من الأساس مزيف ومفوش أي حاجة خاصة بجميع هو مجرد حاطة اللوجو وأعمل تسجيل دخوله وشكرا على كده جميع 6.6.8 ده لا يخص الجميع يعني جميع الأصلي مافيش الرقم ده وقلنا خلي بالكم من لعبة وشرحت الدومين نيم وشرحت قلت لك انت تعرف ازاي ان الدومين نيم ده مضروب ولا أصلي وعملنا يعني مش عايز اقول لكم انا عمل كل شوية حذر عشان خاطة ده جميع الأصلي جدعان اللي هو مفيش خاص بيه اي حاجة تخص هذا الموضوع طيب الناس اللي من مصر هتعمل ايه هتعمل بلاغات اول حاجة هتبلغ جميع نفسها تخش تبلغ الدعم على اساس تخركه انه بيتم النصب باسمهم ده له هم مهتمين مش مهتمين هم كده كده مفيش عليهم اي حاجة قانونية لكن سمعتهم بقولك جميع نصبت دي حاجة الحاجة التانية انه يا خضرتك هتخش بعد ما تبلغ خدمة عمل جميع بان الموقع وتديهم لينك الموقع نصب هتبلغ من بحث الانترنت على الموقع النصب اللي هو جميع ستة ستة تمانية غالبا بنسبة تسعة تسعين في المية انه هم ناس برا مصر وبيستخدموا حد من الجوه مصر بيبقى وكل ليهم موسيط مالي عشان يليم الفلوس بعد كده لما يوقع هايقولك احنا من نجدعه محدش هدفع ولا منليم الموقع نصب اللي هو جميع ستة ستة تمانية مش طبعا من الجميع ده ده ما نجدع به جميع ستة ستة تمانية نصب وطلبين انهم يلموا فلوس سليم الناس على حس ضرائب ورسوم وهذا الكلام كده الموقع نصاب بامتياز جميع ستة ستة تمانية والناس كلها اللي حطت فلوس صراحة الله يعوض عليكم المشكلة ان حتى الان الناس بتخش تخط لي لينكات لمواقع كلها مضروبة وهي هي نفس الفكرة المفروض انك انت خلاص مسكت سلك الكهرباء عرفت ان الكهرباء بتكهرب بيبقى ما تروحش تبسك سلك الكهرباء تاني وتقول هي الكهرباء اشوف فيها الكهرباء لا لا عارفنا ان هو زي ما قلنا التسويق عارفنا زي ما قلنا اللي هو خدمات الميديا خدمات اللي هو تشوف في فيديوهات مش عارف كل الكلام ده عشي تقول لك ادفع فلوس او يقول لك خش وهتكسب مش عارف اه تلاتين دولار ومية دولار وتلتم قلنا الكلام ده كله كده فيه شركات كبيرة بتاعمل اعلانات فيه حاجات زي كده ما تخلوش حد ديتحك عليكم اتمنى تخلو بالكم واشوفكم ان شاء الله حلقة جديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته